أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد عوض بن مبارك أن العلومة والتكنولوجيا والابتكار تمثل عناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في اليمن وفي جميع أنحاء العالم وأن الاستثمار في هذه الجوانب يمكن أن يسهم في تحقيق التقدم والإزدهار وتحسين جودة الحياة للجميع بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفا وتهميشا وكد خلال إلقائه بيان بلادنا في قمة مجموعة السابعة والسبعين والصين في العاصمة الكوبية هافانا أكد التزام اليمن بالعمل بجد وتعاون مع الشركات الدوليين لتحقيق الأهداف النبيلة والضرورية لهذه القمة لتحقيق مستقبل أفضل لشعوب الدول النامية وتوجه الوزير بن مبارك بخالص الشكر والأمتنان إلى حكومة كوبا على استضافتها لهذه القمة التي توفر منصة مناسبة لمعالجة التحديات التنموية العاجلة التي تواجهها دول المجموعة لاسيما في مجالة التقنية والابتكار ناقلا تحيات فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى فخامة الرئيس ميجل دياز كانيل الذي أظهر من خلال قيادته لمجموعة السابعة والسبعين في هذه الدورة أظهر الحكمة والرؤية الثاغبة في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بما يضمن تحييق التقدم والإزدهار لشعوبها كما نقل خالص التعازي وصادغ المواساة للحكومة والشعب المغرب الشغيق بضحايا الززال الذي ضرب المغرب وكذلك للحكومة والشعب الليبي الشغيق بضحايا الإعصار الأخير ونوها بن مبارك لأن الحكومة اليمنية تدرك أهمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في صياغة مستقبل المستدام وشامل لشعوب المجموعة وتدرك أيضا التفاوت الهائل الذي يستمر بين البلدان المتقدمة والنامية مما يحول دون وصولها إلى هذه الأدوات الأساسية للتقدم حيث أصبحت هذه الأدوات ضرورية للتغلب على التحديات متعددة الأبعاد والتي تواجه البلدان النامية والأقل نموا وحول الوضع في بلادنا أشار وزير الخارجية لأن قطاع التعليم يعاني من آثار الحرب المدمرة والتي شنتها الميليشيا الحوثية منذ أكثر من ثمانية أعوام لأسيما وأن فئة كبيرة من الأطفال والشباب في اليمن تسربوا من التعليم الأساسي والجامعي وهو ما يتطلب استخدام التكنولوجيا لمعالجة هذه الآثار وأن هناك حاجة إلى الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية العاملة في هذا القطاع لدعم اليمن وتزويدها بأفضل الممارسات والتكنولوجيا يتمكن هؤلاء الأطفال والشباب من اللحاق بركب نظرائهم في بغية أنحاء العالم وأضاف أن التكنولوجيا تعتبر حلا هاما لتطوير قطاع الصحة وتحسين الرعاية الصحية من خلال التقنيات الطبية المتقدمة وأن هذا ما تحتاجه اليمن التي لا تزال تعيش مرحلة الصراعي والتي تضرر فيها القطاع الصحي بنسبة 50% وأن الحكومة اليمنية تعمل على تمكين الفئات الأكثر ضعفا وتهميشا خاصة وأن النساء والأطفال يشكلون نسبة كبيرة من فئات المجتمع واختتم الوزير بن مبارك البيانة بتأكيد موقف اليمن المبدئي برفض الحصار الاقتصادي على كوبا ودعم موقفها في كل المحافل الدولية